تتأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض الجوي ذاته الذي يتأثر به الأردن والذي ترافقه أمطار غزيرة تسببت بغرق عشرات المنازل في مدن الضفة الغربية بالإضافة لإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في وسط وشمال الضفة دون تسجيل أي خسائر بشرية يتواصل تأثر الأراضي الفلسطينية بالمنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة التي بدأت منذ يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى ظهر يوم غد الجمعة تشهد مختلف محافظات الوطن أمطار غزيرة وعواصف رعدية فهذا المنخفض الجوي يعتبر من أقوى المنخفضات منذ بداية الموسم ما زال المخفض في أوجو يستمر تساقط الأمطار الغزيرة المصعوب عواصف رعدية وتساقط البرد بين الحين والآخر حتى هذه الليلة أيضا هناك رياح شديدة متوقعة شمالية غربي إلى غربي التحول هذا اليوم هذه الليلة أيضا يستمر تساقط الأمطار لكن تخف حدتها ولكن تبقى أمطار غزيرة على مناطق عديدة وخاصة مناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وغدا بإذن الله ترتفع درجات الحرارة قليلا وأمطار متفرقة على المناطق المختلفة لكن بوطير أقل مما شهدناه اليوم أو أمس غزارة هطول الأمطار تسببت بإغلاق عدة شوارع رئيسية وفرعية في مدن الضفة الغربية فيما تعاملت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني مع ما يقارب ثمانين بلاغا كان أحدها غرق هذا المنزل في مدينة رامالله نتيجة السيول وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخلاء المنزل وتصريف المياه بسرعة هاي سيدة في بدو عندهم انهيار لجدار استنادي وفيه تضرر في المنزل تلقينا مناشدة عبر صوت فلسطين لأحد المواطنين حول غرق لمجموعة من الشقك في عمارة في منطقة عين منجد حضر إلى الموقع مجموعة من شراب الدفاع المدني إضافة لطواقم من بلدية رامالله والآن يقومون بوضع أولويات وقف الخطر من التيار الكهربائي وإخلاء السكان ومن ثم عملية تصريف المياه من هذه العمارة أبرز هذه التدخلات كانت في محافظة رامالله والبيرة حيث كان هناك تدخل لعشرات حالة تصريف المياه من المنازل والمنشآت إضافة إلى التعامل مع حدثي السير في محافظة بيت لحيم نتج عنه خمسة إصابات متوسطة وقد ناشد الدفاع المدني المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة وتجنب السرعة بسبب تدني مستوى الرؤية وتفاديا لخطر الانزلاق من مدينة رامالله المحتلة آية الخطيب رؤية